السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد أعلن نادي برشلون اليوم إقانة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق من منصبه بعد النتائج المخيبة والتي كان آخرها الخسارة أمام رايو فايكانو بهدف دون رد اليوم الأربعاء في الجولة الحادية عشر من الليجة وقال برشلون في بيان رسمي أقال النادي رونالد كومان من منصبه كمدرب للفريق الأول الليلة حيث إن الرئيس خوانا بورتا أبلغه بالقرار بعد الهزيمة أمام رايو فايكانو وأضاف رونالد كومان سيودع الفريق غدا الخميس في المدينة الرياضية واختتم البيان يود برشلون أن يشكر كومان على خدمته للنادي ويتمنى له كل التوفيق في مسارته الاحترافية وتعد خسارة اليوم الثانية على التوالي لبرشلون في الليجة عقب السقوط في الكلاسيكو أمام ريال مدريت بهدفين لهدف خلال الجولة الماضية كما أنها الهزيمة الثالثة للبرسا في الليجة هذا الموسم يذكر أن برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن ريال مدريت وريال سوسيداد وإشبيليا وريال بيتيس أصعب صدارة بـ 21 نقطة